بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه أما بعد إخواني الكرام فأتحيكم بتحية أهل الإسلام وتحية أهل الإسلام السلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهذه هي المحاضرة الثانية بحول الله تبارك وتعالى من دورتنا الميمونة فيما يخص علم الأعشاب الطبية والعطرية وعضو وعنوان المحاضرة إن شاء الله تعالى هو مفهوم النباتات الطبية والعطرية نقول على بركة الله تعريف النبات الطبي النبات الطبي أنه كل شيء من أصل نباتي كل شيء من أصل نباتي ويستعمل طبيا فهو نبات طبي ويعرف النبات الطبي بأنه النبات الذي يحتوي على مادة أو مواد طبية قادرة على علاج مرض معين أو تقليلا لإصابة ما أو يحتوي على المواد الأولية المستخدمة في تحضير المواد الطبية أما النبات العطري أما النبات العطري وهو أي نبات يحتوي على زيت عطري زيت طيار في جزء منه يستخدم في تحضير العطور كما يوجد نباتات تحتوي على زيوت عطرية وتستخدم في إلاج بعض الأمراض وتسمى بالنباتات الطبية والعطرية ما هي أهم مجالات استخدام النباتات الطبية والعطرية؟ أهم مجالات استخدام النباتات الطبية والعطرية أنها تتعدد إذ يمكن أن تستخدم النباتات الطبية والإطرية فيما يلي في تحضير الأدوية مثل أدوية تسكين الألم مثل آلام المفاصل والالتهابات الروماتيزمية وأدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر كذلك تستعمل في إنتاج زيوت ثابتة حيث تحتوي بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل في تركيب بعض المستحضرات الطبية كذلك تستعمل في تجهيز الأغذية الخاصة بالعلاج من تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت عباد الشمس والكتان والخروع والهوهوبة أو الجوجوبة أو الجوجبة تحضير مستحضرات التجميل مثل مساحيق كريمات الشعر والصابون وتستعمل كذلك في تستخدم في صناعة الروائح والعطور ومن هذه النباتات الورد واليسمين وتستعمل كذلك في تصنيع المبيدات الحشرية تستعمل كذلك في تصنيع المبيدات الحشرية وهي التي تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سموم قاتلة سواء الحشرات أو الفطريات ما من أمثال هذه النباتات الدخان أو التبغ وكذلك شجرة الجوجبة أو الثوم كذلك ثانيا وكذلك تستخدم كتوابل تستخدم هذه الأعشاب كتوابل أو بهارات أو مشروبات أو مكسبات لطعم أو رائحة التصنيفات المختلفة للنباتات الطبية والعطرية ما هي التصنيفات المختلفة للنباتات الطبية والعطرية تصنف النباتات الطبية والعطرية إلى مجموعات ذات خصائص مشتركة أو مميزات أو مواصفات متشابهة وذلك بقصد سهولة التعرف على هذه المجموعات ودراسة جميع الخصائص التي تجمع هذه النباتات ويمكن تلخيصها في ثلاث طرق أولا التصنيف الموروفولوجي حيث تصنف هذه النباتات الطبية والعطرية تابعا للجزء المستخدم والذي يحتوي على المادة الفعالة وذلك إلى نباتات تستعمل بأكملها نباتات تستعمل بأكملها وهي النباتات التي تتواجد بها المواد الكيميائية الفعالة بالأجزاء النباتية المختلفة بالأجزاء النباتية المختلفة دون أن تميل للتركيز أو التجمع في عضو نبات محدد دون الآخر ومن أمثلتها الشيحة الخراساني والونكا والداتورة ثانيا نباتات تستعمل أوراقها وهي التي تحتوي على المواد الكيميائية الفعالة في أوراقها ومن أمثلتها الريحان والنعناع والصبار والشاي والحناء ثالثا نباتات تستعمل نواراتها وأزهارها وهي النباتات التي تتواجد موادها الفعالة سواء في النوارة مثل البابونج والأقحوان أو توجد في بتلات الأزهار كما في الورد واليسمين والفل وفي كأس الزهرة كما في الكركدية أو مياسم الأزهار كما في الزعفاران رابعا نباتات تستعمل ثمارها وهي النباتات التي تحتوي على المادة الفعالة في ثمارها مثل الفلفل الأحمر أو ما يسمى بالشطة والخلة والكراوية خامسا نباتات تستعمل بذورها وهي التي تحتوي على المواد الكيميائية في بذورها مثل حبة الباركة والخردل والكاكاو والين والخروع وعباد الشمس ساديسا نباتات يستعمل قلفها أي لحاء القشرة التي تكون في الجزء أو في ساق الشجرة مثل القرفة والصفصاف ومنه نوع اسمه الحور الأبيض وهو متواجد عندنا في الجزائر وخاصة في ولاية بومرداس وقد قمنا بتثمينه وإن شاء الله سوف نقوم بتثمين كذلك هذه الأعشاب التي نذكرها عبر دورتنا من باب يعني زيادة النفع ونشر الخير إن شاء الله تعالى والتوسع أكثر وكذلك شجرة شجر أبو فروة ويعرف عندنا في الجزائر بالقصطل شجر القصطل وهو من عائلة شجر البلوت سابعا نباتات تستعمل أجزاؤها الأرضية مثل عرق السوس ودرنات السحلب والزنجبيل وعرق حلاوة والجينسينج والبصل والثوم ثانيا بعدما تكلمنا عن التصنيف الموروفولوجي نتكلم كذلك التصنيف الثاني الذي تصنف إليه مجموعة النباتات الطبية والإطرية وهو التصنيف الفيزيولوجي أو التصنيف العلاجي يعني ينظر إلى هذه النبات من ناحية القيمة العلاجية التي تحتويها وتصنف فيها النباتات تبعا لطبيعة العلاج أو الفائدة التي يمكن أن تجنى من استخدام هذه النباتات فتصنف إلى نباتات مسهلة تصنف إلى نباتات مسهلة مثل السنة مكي والخروع وعرق السوس وتصنف كذلك إلى نباتات مسكنة أو مخدرة مثل الصفصاف والخشخاش وكذلك تصنف إلى نباتات مانئة لتهتك الأوعية الدموية إلى الأوعية الدموية الشعرية مثل الموالح أي الحوامض والحنطة السوداء رابعا نباتات منشطة للقلب مثل بصل العنصل الأبيض ونبات قفاز الثعلب وما يسمى بالديجيطالس وكذلك الدفلة ملاحظة فإنه على مر التاريخ استعمل الأطباء العديد من النباتات والأعشاب السمة بل وتعتبر سموم قاتلة مثل الدفلة وقفاز الثعلب الديجيطالس والذي استخدم في إلاج القصور في القلب والذي استخدم في إلاج القصور في القلب وحتى في الطب الحديث استخرج منها مواد فعالة لصناعة أدوية لهذا الشأن مثل دواء الديجوكسين وهو دواء مشتق من عقار نباتي يحمل كمية كبيرة من السموم ويستخرج من نبات قفاز الثعلب واسمه العلمي فوكس جلوف فمثل هذه الأعشاب تعتبر سمة لأن استهلاك أوراقه يؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب كذلك ارتباك واكتئاب وخمول وهلوسة وصداع ومشاكل رئوية وإسهال وطفوح جلدي بل إن معظم الأعشاب السمة تستخرج منها بعض المواد التي تسائل وتستعمل في علاج السرطان مثل شجرة الطقسوس وهي عشبة سمة ثانيا التصنيف ثالثا التصنيف التجاري إذن النباتات الطبية والعطرية إما تصنف على ما تحتويه يعني من مواد فعالة هو الجزء المستعمل الذي يكمن فيه النفع لهذه النبتة أو تصنف كذلك من ناحية العلاجية يعني القيمة العلاجية التي الخاصة العلاجية التي تملك هذه النبتة ثالثا تصنف من الناحية التجارية ويتم التصنيف تابعا لطبيعة المجال الذي تتبعه هذه النباتات تجاريا حيث تصنف أولا إلى نباتات طبية وهي النباتات التي تتداول تجاريا تتداول تجاريا بقصد استخدامها في مجال تصنيع الأدوية ومنها الداتورة والنعناع والبردقوش والخلة الشيطاني نبات الخلة الشيطاني وسوف نثمن هذه الأعشاب إن شاء الله تعالى عبر منشورات ثانيا نباتات التوابل والبهارات والنكهة والمكونات الطبيعية وهي التي تستخدم لأغراض غذائية ومنها حبة البركة وجز الطيب والكمون ثالثا نباتات عطرية وهي مجموعة النباتات التي تحتوي في جزء كبير أو أكثر من أعضائها نباتية على زيوت عطرية طيارة يمكن استخدامها في صناعة الروائح ومستحضرات التجميل مثل اليسمين والورد والريحان رابعا نباتات تطرد وتقاوم الحشرات مثل الريحان واللافندر وعشب الليمون والزعتر والنعناع والرزماري ونبات البامبو أي الخزيران والأقحوان والثوم والحمضل خامسا نباتات تستعمل في صنع المشروبات مثل الشاي والبن والكاكاو والكولا والسحلب والبابونج والتمر الهندي والنعناع والكركدية أهم الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية النباتات الطبية والعطرية لها سوق عالمي ضخم ومن أهم الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم هي الصين والهند وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة والشيلي وأهم الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية في الشرق الأوسط مصر إيران سوريا والمغرب وتونس ورغم أن الجزائر لم تصنف في القائمة ولم يريد ذكر اسمها لأن هذا التصنيف أو هذا الإحصاء تم سنة 2002 تقريبا فنقول ولم يريد ذكر اسمها لأن هذه الأعشاب الطبية والعطرية وخاصة البرية منها والتي تنمو طبيعيا 100% والتي تعتبر من أجود وأرقى الأنواع والتي تحتل الصدارة عالميا من ناحية الجودة والقيمة وذلك لتوفر الفصول الأربعة ولشساعة الرقعة الجغرافية في الجزائر وكذلك واختلاف تضاريسها وكون الجزائر لم تظهر في القائمة لأن سوق الأعشاب في الجزائر كان يواجه بعض الأرقيل قد تكون مقصودة من طرف بعض تجار الأدوية أو بسبب عدم اهتمام الدولة بهذا الجانب واقتصارها على الدخل البترولي أو النفطي إن صح التعبير لذلك فقد كان منتوج الأعشاب وخاصة الزيوت الطبية والعطرية يسرب بطرق ملتوية إلى المغرب وتونس وفرنسا ثم تباع على أنها فرنسية أو مغربية أو تونسية وكانت تشترى منهم بأثمان زهيدة ثم تباع من طرف هذه الدول بأثمان مرتفعة وغالية لأنها تمتاز بجودة عالية جدا ولكن والحمد لله مؤخرا وجدنا بعض الإصغاء لمطالبنا وكذلك بعض الاهتمام للشعبة فتم إنشاء مجالس مهنية وطنية لهذه الشعبة ورغم حداثة نشأتها فإن الجزائر بحول الله سوف تسترجع مكانتها في السوق العالمية فيما يخص إنتاج الأعشاب الطبية والعطرية والزيوت فالقانون الأساسي لهذه المجالس المهنية يخول لهم التسهيل في إنتاج واستزراع وهذه الأعشاب الطبية والعطرية وكذلك التسهيل في تسويقها إما داخليا أو خارجيا كما أننا أصبحنا نقيم معارض في هذا المجال الوطنية وربما مستقبلا إن شاء الله تكون دولية من أجل تثمين المنتجات الجزائرية في هذا المجال فنظرا للثورة الكبيرة المتواجدة في الجزائر في مجال الأعشاب الطبية والعطرية ورغم أنها تصنف من أجود الأنواع عالميا ورغم توفر المناخ المناسب لزراعة والاستثمار في هذا المجال فإن المجالس المهنية لشعبة الأعشاب الطبية والعطرية بالجزائر تولي اهتماما كبيرا لهذه الأعشاب وهي عندهم تستحق التثمين والحث على الحفاظ عليها لأن الأعشاب الطبية والعطرية الجزائرية تعد مصدر فعال للمواد التي تدخل في تحضير الدواء على شكل خلاصات أو مواد فعالة أو تستعمل كمادة خام لإنتاج بعض المركبات الكيميائية التي تعتبر المصدر الأول للتخليق والتصنيع الكيميائي لبعض المواد الدوائية الهامنة كمادة الكورتيزون وهرمونات الجنس وبديل بلازما الدم وغيرها ولذلك فإن المجالس المهنية لشعبة الأعشاب الطبية والعطرية بالجزائر تعتبر هذه الأعشاب من أهم المواد الاستراتيجية في صناعة الدواء وبالتالي زيادة الحاجة إلى كميات كبيرة منها في الصناعة والتي تعتبر ركيزة أساسية من أجل تطوير وتثمين وإنتاج وخدمة هذا المجال العريق والنبيل الذي يعود نفعه ليس فقط على الأفراد بل وعلى الإنسانية جمعاء بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكتفي بهذا القدر إلى أن يحين موعد بث المحاضرة الثالثة بحول الله تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر